السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كانت تمنى تكونوا بخير وعلى خير كان رحبكم في قناة حلوية فاطمة في وصفة جديدة ونحضر معكم اليوم طريقتي في عجينة الشوكولات لا تنسونيش كما العادة في دعواتكم في كل وصفة وتعليقاتكم لدائما كاتش الجانع للمزيد واللي اول مرة كيزوا القناة ما ينسى يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس اخليكم مع الفيديو الاخير مع الطريقة والمقادير بسم الله على بركات الله مع المكونات نربع الشوكولات الغيض نسرب عليه 125 غرام سكور سبيسيال ورقة جيلاتين وجوج معلق غليكوز ونضع جيلاتين والألوان أزرقه أبيض وكسرنا فاش ندوب الشوكولات في الباماغي بالنسبة للشوكولات كان أخذنا ديال غالة واللي كي يكون سائل وكي يكون زويل في الخدمة بسم الله مع الطريقة غان نهزو جيلاتين غان نرتبوها في الماء ونضع شوكولاتين ونضع في الباماغي ونحرك التكايدو يدوب عادي الساعة نديره جمع القريكوز ان شاء الله ها هو المادرة يغلق القميلة نضع الشكولات يدوب يسفن نحرك نحرك ثم نضع معقد القليكوز سوف تتبع معايا الطريقة ان شاء الله ثم نضع الشكولات نضع ثم نضع الجيلاتين نضع نضع جمع نضع جمع 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 ثم نضع ثم نضع ثم نضع ثم نضع نضع ثم يضع سوف نقوم باستخدام سوف نقوم باستخدام سوف نقوم باستخدام نقوم باستخدام باستخدام الثقاب الأمام اضيفها نضيف جيلاتين من الماء نضيف جيلاتين يجب أن نحرك نحرك القليكوز مع شكولاتين يجب أن نضيف القليكوز لا تخاف منه الى التحجر طبيعة الحال غريكوزي هو الشوكولات سوف نحيد من فوق العافية أخشت طاقتك لا يوجد مشكلة لا يوجد مشكلة لا تحديث اجلية جلاتين من الأقل من اللي دركت القليكوس تحجرت وحيد شوية تلقيت الماء وحيد تمدع فيها كنحرك 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 هتا فتبغي تحرك المستمر ومن اللي يسمو درت الجيلاتي اللي يرتبط في الماء مع التحرك المستمر بتكي يولي خالط على هاد 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 تحجر كل شي تجمع مع الجيلاتين كل شي تجمع عادي الساعة كنحرك سوف نحيدها من اللي ماء عندما تستطيع نحيدها من البماغ سوف نحيد صعوبة المهم ها هو كي يولي الشوكولات في الأول تحجر وفي الثالث تلق الماء واحد شوية درت له الجيلاتين ولابحها لهذا الشكل سوف نضيف سكر غلاسي والمروي البيض ثم سوف نضيف سكر غلاسي سوف نضيف سكر غلاسي كنحرك الغلاسي وخلطها مع الجيلات سوف نضيف سكر غلاسي وقوم نضيف شوية الملوي ده بان خلط نزيد منزل شوية اللون ضروري من اللون الابيض لان شكولة اللون ديالورها ماشي بيض زف نحن نحرك مزيان مزيان نحن نخلط سكورت كباع للسكور و نجنع السكور بلسية بالدوء سوف ندخل معها سكر برسيط لا ندخلها 125 جرم و ندخل معها سوف ندخل مع السموكة سوف ندخل برسيط سوف ندخل برسيط سوف ندخل و سوف ندخل و ندخل برسيط و ندخل برسيط و ندخل برسيط ميلا ، الاشوكولاتة 125 غ لدخلات الربع للكشوكولات و هذا قليلا قليلا و كي لا تستطيع تصلك فتصل على المسكولات قليلا مزال واحد وخمسين غرام و القليلا سنقوم بتقليلها قليلا سنقوم بطريقة كيفية لونها سنقوم بتقليلها قليلا تقليل ثم نضيف سلوفان تتفرد و نعمل بها نضيفها هنا نضيفها في البلاستيكة هذه بلون اللي بغيت فيها نضيفها في البلاستيكة نضيفها في البلاستيكة نضيفها في البلاستيكة نضيفها حتى نضيفها 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 دائم بلون اللي بقيته كيفا ان否قيته مغلق بلخصة بلخطيئة ونضيفها نضيفها وقت طريقة كيفية الناس هذه اللون الشيبي البنات اللاجه اللاجه بلها قدرتوا لفظت شوكولا قصح فليكم تحزوها تديروا تاني الباماغي و تضعوا فيها العجينة و تحركوا تحت رطب و تديروا ليها القليكوز تضعوا واحد معلقات القليكوز و تحركها تدامج مع ذلك القليكوز و تضعوا و تحطواها تكتبريد تخدموها و تقول لي ما تلا تقصح لانا إذا قصحت لكم عرفوا غير بالسكور غلاسي اللي دايز لها أنا بلاترة تنضي الرابعة للشوكولات 125 غرام ديالسكور غلاسي تخلطوه مع الخالد بالنسبة اللي 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 بغيت نعجنها و ندخل معها من لون كالكب سكور غلاسي اللي اخر تقريبا 50 غرام تقريبا 100 غرام قعك تديروها فوق الرخامة ولا شي تبصيل و تضعوا عليها العجينة و تجمعوها و تجمعوها و تضعوا لها شوية السكور اللي خاصة هذا هو الشكل النهائي ديال العجينة الشوكولات تجي على هذا الشكل تجيزوينها غير تبعدوا الطريقة تبعدوا الطريقة اللي قلت لكم والمقادير ان شاء الله ستخرج لكم داك الشرفاء المهمة هذه تبعدوا الطريقة اللي نجح معايا كنديرها و نتمنى ان شاء الله تعجبكم وبالصحة والرحة السلام عليكم اشتركوا في القناة